بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. الجزئية دي هنحل مع بعض فيها تمارين والانتنمز. اللي هما موجودين في صفحة مية واربعة لحد صفحة مية وتمانية. احبت صفحات بسيطة كبيرة نفرمها مع بعض. اول سؤال بيقول لي. انا بتسأل ازا كان بامكان ان نجرب طريقة اخرى. كلمة اللي معنى طريقة واسلوب. ممكن نحط مكانها ومالقيه بروزة اللي دي معناها عرض اسطور اللي هو المتجر او يخزن يعني حجم. الشخص اللي بيكون ايه? معناها ان هو ليس نكرة. مش نكرة. يبقى الشخص ده مشهور او معروف يبقى ولنون. لكن النون والنون الاتنين بيسوي تلمة وهم التلاتة كده على بعضهم معناهم غير معروف او نكرة. انا لا اصدق لانتسامة المصنع على شفتيه. على شفتيه ذلك الشخص الغيور. كلمة في السياق ده بتساوي معناها مصنع او صناعي. يبقى تساوي يعني ايه? المدعاء. انا لا احبوا هذه التسامة المدعاء على شفتيه. لما احنا يا مستر لما نبص على كلمة الاولانية دي اللي هي كلمة دي لانها برضو مصنع او صناعي دي بس دي معناها مصنع او صناعي كيميائيا. لما تجيب اكتر من مادة كيميائية لحطهم جنب بعض فتطلع مادة مصطنعة او مادة صناعية. لكن معناها مدعاء. زي برضو معناها مصطنع بمعنى مدعاء. مش حقيقي. يعني. الرسمة دي تستحق مبلغ كبير من المال. ده معناها ان الرسمة دي يعني ذات قيمة او قيمة يعني عديم القيمة. ولا ولا اللي برضو عديم القيمة. بما انك بتقول ان الرسمة دي تستحق مبلغ كبير من المال ده معناها ان الصروة دي وعاية تركز الله يكرمك ان كلمة دي مش عكس 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 عكسها عكسها لتنين دول عكس لكن قيم يعني ذات قيمة كبيرة ذات اهمية كبيرة. خمسة انا واحد من ضحايا او مصاب الحادث. كلمة اللي معناها مصابين او ضحايا. بتسوي كلمة اللي برضو معناها ضحايا. طب ليه مش ازاي انت هتقول ان انا واحد من اللي بعته في الحادثة. انت زي تتكلم معنا وانت ميت طيب يعني بتهزر. طيب اه بعد كده لابد ان تكون فخورا بما حققت. كلمة فخور عكسها واحد فخور. التاني اه خجلان يعني يبقى المفروض الشيمد. دي معناها متكبر. متكبر. زيها زي كلمة اللي هم اللي اتنين دول بيصوي بعضهم. لكن الشيمد معناها خجلان. انا اللي استعني اتغلب على مخوفي من المرتفعات. كلمة اللي معناها يتغلب على. ممكن نحط مكانها ما يتغلب على. يعني يشغل. وبتسوي كلمة تيك او بخد بالك كنا حلناها برضو في قطعة في امتحانات معناها يؤثر شخصا او كده. وبايت معناها يعض. طيب الصفحة اللي بعد كده صفحة مية وخمسة بيقول لك اه اللي في الجملة اللي زي ليت حل لها كده بزكاء هتروح انت جاء عن النص التاني كده. النجاح بالنسبة للفشل عكس بعض. يبقى انت عايز كلمة الاسترخاء اللي هو التوتر اللي هو دي معناها موتر او مسبب للتوتر. معناها مو توتر او مضغوط. اهتمامة بكرة القدم تناقصة بعد ما اللعيب تقاعدها. الظرف يتناقص او يقل. هنا بي هو سنمم لكلمة ايه? طيب يتناقص اه اي كلمة معناها تناقص. يعني زادة. رفضة. رفضة. يبقى معناها قلة او تناقصة. بيقول لك ان صحتي بيتحسن بسرعة ثابتة. كلمة هنا ثابت عكسها. معناها ثابت برضو. برضو معناها ثابت. انا عايز عكسها مش عايز كلمة بتسويها. يبقى دي بتسويها ودي بتسويها يبقى الكلمة اللي عكسها كلمة لو غير ثابت. يمتحانب تاني. بيقول لك هي هو زاجة رانيش هاتماني اه ارتكابي مثل هذا الخطأ. كلمة يعني يشتم او يسب. عكسها يعني يثني على. يبقى طبعا يعني ينتقم معناها فتحها. اه فكلمة عكسها واحد بيشتمك عكسه بيسني عليك. وبالمناسبة على فكرة ممكن ممكن يقول لها بتسوي كلمة هنا معناها بقولك ان البوليس كلمة معناها ينقب عن حلم او يبحث عن. بتسوي ايه بقى في المعنى ده اكتشف معلومات عن طريق البحث ولا اذالة شيئا اذالة هي معناها برضو يزيل من الارض بس هنا في السياق الراجل بيقول لك واجهة دليلا يبقى معنا كده ان هو اكتشف دليل معلومات برضو بتدي نفس المعنى يعني كلمة لما اقول مسلا هنا بقى يبقى كنا نختار الفيضان دمر المبنى القديم. عكس كلمة معناها يدمر او يطلف. عكسها يعني يدمر دي بتسويها معناها خزنة معناها يستعيد ويعرض للخطر يبقى هي بتسوي كلمة الاستور. واو. يا لها من قطعة فخمة من المجوهرات. الكلمة اللي هي الصفة هنا في الجملة ديت معناها رازين او قديم جدا او راسخ اللي معناها برضو اه اه معقد او متقن هي هتسوي نفس القصة هنا هنقول لان هي قطعة متقنة من المجوهرات يعني قطعة قيمة من المجوهرات يعني دائم معناها مكرس. اه السؤال الخامس بيقول لك عكس كلمة معناها يرفع عكسها يخفض اللي يسمعها معناها صلحة ومعناها ثبتة معناها ضعفة وانكريسة معناها ازادة. امي حضنتني لما انا روحت البيت. كل ده ده معناها ان امي ما هو هاجد معناها حضنة. طيب بيقول لك كلمة برضو زي خطر. يبقى انا عايز كلمة عكس كلمة. المتواضع عكس ومتكبر يبقى. طبعا ما نفعش نقول الصفة عكس اسم طبعا الفخر. بور فقير بسيط. لقد نجحوا في تطبيق او استخدام مصادرهم. في الجملة دي كلمة بتساوي دي بتساوي لو معناها توظيف شخص في وظيفة معينة. معناها وظيفة برضو بتساوي كلمة لو انت اصدق عليها كوظيفة بمعنى اجاب. طبعا زي ما انتفقنا معناش عاق الموضوع لانها زيها زي بوست يبقى هما نجحوا في تطبيق او استغلال مصادرهم. تم ترقيته لمدير عام. كلمة يرقي في الجملة دي عكسها واحد يرقي التاني يحط من رتبة يبقى وعلى فكرة كان ممكن نستخدم كلمة اللي هو ينزع رتبة شخص او يقلل من رتبة شخص. انا ما سمعتش المباراة بس انا شفت دي اللي هي افضل اجزاء او الاحداث البرزة في شيء معين. كلمة اللي هي التفاصيل اللي هو السجل او يسجل وزكور معناها يحرز ومعناها ما احرسته يعني اهدافك يعني. طيب التست التالت بقول لك كلمة اللي معناها يبرز في السياق ده معناها يعني تخلي الحاجات واضحة بحيث ما حدش يهتم بيها ولا انك تعمل كلمات معينة بقلم بارس هي كلمة معناها كده بس في السياق ده كده غلط. يبرز مهاراتك معناها تجعل مهاراتك واضحة لكل الناس تشوفها يبقى كده رقم سي. يبقى كلمة في السياق ده تحديدا معناها انك تجعل مهاراتك وامكاناتك واضحة بحيث اي حد يشوفها. رقم اتنين الحاجة اللي بتكون مثمرة ده معناها ان هي مش تعال بقى نترجم. اول واحدة ما هو مش حينفع اصلا تقول لي ركز معايا معناها مثمر. عكسها وعكسها آآ آآ طيب وعكسها برضو اللي هي معناها آآ جدباء يعني. وبتساوي طيب الراجل اللي نوت هنا يبقى هو عايز كلمة عكس يبقى كلمة لما يقول لك ان الشيء اللي بيكون مسمر معناها ان هو مش اشدب ومش غير مسمر مش عايزة اوضحها بالعربي بصراحة بس هي ايه هندي بيه كده. طيب لو احنا قلنا نوت نوت فروتفل يبقى انت عاكستها ينفي قول لك الشيء المسمر معناها ان هو ليس مسمرا لأ هو ليس مهملا او ليس بلا جدوى او ليس بلا ثمرة كده. نفي نفي ده مع اشيء مهمل. انا سبت الجامعة واغمرت نفسي في البزنس الخاص بيا. كلمة لكلمة اول واحدة كده معناها يعني يغمر يده في المية معناها يغمر بالماء برضو معناها يدمج نفسه في شيء معين. يغمر نفسه او يشغل نفسه بشيء معين. يبقى تطور طبعا. طب بقول لك المصريين عندهم اه حس الفخر بدولتهم. في الجملة دي كلمة والفخر عكسها التوضع يبقى هو بيطبق التعليمات يعني بشكل تام كما انزل. كلمة يطبق في الجملة دي عبارة عن او اه بتساوي يعني لهالادوات يعني يعني يطبق وكاري اوت يعني يطبق او ينفز وحط معنا كمان معناه يطبق او ينفز يبقى كده بي انتسي. اه ليست اصلية يبقى النسخة الايه? مش اصلية اكيد النسخة المزورة. النسخة المسروقة يبقى لكن بيساوي بيساوهما لتنين جنوان. السؤال السابع بقول لك محتاج تأجل اه مهارتك كتابة بتاع تحسن من مهارتك كتابة بتاعتك. في السياق ده كلمة اللي معناه يحسن بتساوي يعني يعزز يعني يا تا حسن بيكون برضو يعني يعني يطبق ما تيجي جدا ترجم بالعقل. انت محتاج تحسن منها يبقى لكن على فكرة كان ممكن اقول لك تجعل كتابك تتحسن او اللي برضو معناه تتحسن. اه يا له من منظر جميل او جزاب. ده معناها ان المشهد ده ليس قبيحا هو جميل يعني ليس قبيحا لكن هو معناها ومعناها 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 التطبيق او التطبيق بتاع الكمبيوتر يعني تم تنصيق تسطيبه على الجهاز. كلمة يسبت على الجهاز ممكن نحط مكانها يعني يضع اللي بتساوي كلمة اللي معناها هما لتنين يسبت برنامج على الجهاز طبعا معناها وضع في مكان على الارض معناها ابتكرا. كن صبورا واحاول جاهدا. في الجملة دي كلمة اللي هي معناها صبورة عكسها اللي هي رقم ايه? اه الامتحان الرابع. اللي هو زهني وفيزيكال اللي هو بدني. بالزبط زي كلمة ايه بالنسبة لكلمة اضافة. عكسها بقى حزف. يبقى الكلمة دي عكس بعض عكس بعض. ان فخر هو قد يمنعه من ان يطلب المساعدة. كلمة في الجملة دي بتساوي والفخر يعني بتساوي كلمة والفخر او التباهي او تقدير الزاد. وبايس لو التحيز ملاقاش حلاقة بموضوع. اللي برضو معناها التكبر او الكبرائي يبقى كده احفظ الكلمات اللي انت شايفها بالرزبالة الجديدة اللي انت ما عدتش حالقة قبل كده احفظها ما تحلش بس. هذا الطفل وشقي. كلمة اللي هي شقي. عكسها شقي يبقى عكسها يعني آآ سيء الخلق مش متربي يعني. ورود برضو سيء الخلق مش متربي لاتنين دول معناها مسيء الخلق. عكسهم بقى يبقى عكسها لكن عكسها آآ آآ دخل بقى كان عايز عكسها. مش كلمة بتسويها. السؤال الرابع في الامتحان التائل الرابع برضو. هو روائي منتجن. ده معناها انه هو الانتجة يعني خصب لو هو ارض يعني يوسف المفيد لكن معناها مبدع. معناها مبدع هنا في السياغ طبعا. يعني انتنا بتقول لي هو كاتب المبدع يعني بيعمل روايات كتير فهو يعني منتج او مثمر. في خمسة بقولي المشهد المحرك للمشاعر ده لمسا قلبي. في الجملة دي كلمة ممكن احط مكانها. انا من الضرب ما ببص بتسوي 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 هو مديني في الاختيارات كلمة فانا اخدها ونجري في اللي بعدها. ستة بقول لك هذه المرأة ربط ثلاث اطفال. كلمة يعني يوربي. ممكن نحط مكانها اللي معناها برضو يوربي. السؤال السابع كلمة اللي هو زكر يعني زي بالزبط نوع زي بالزبط اللغة الاصلية باللغة التانية يبقى او بالنسبة لكلمة اللي هي اللغة الاجنبية. طيب رقم تمانية المعاصر كتاب المعاصر المراجعة نقيية يستحق ان تنتظره. ده معناها ان المعاصر ده معناها ان هي بالقيمة وان بالقيم برضو او ده تقيمة ويوسفو ليبقى كده اللي هو الاختيار الرقمدية. تسعة هو لاعب اسطوري. عكس كلمة اسطوري في هذا السياق معروف ونون معروف وفيمس مشهور او معروف لا. اللعب الاسطوري يعني العالم كله بيحكي عنه. عكسه بقى اللي هو اللعب النكرة اللي غير معروف. هنترجم الاول. كلمة مشهور مشهور. يبقى انا عايز كلمة بتساوي اللي معناها الابصار او الرؤية او الحكمة. طيب اللي هو الابصار الرؤية بالعين يعني اللي هو القيمة اللي هي الحكمة اه هو الانتصار. يبقى كلمة اللي معناها هنا الحكمة او رؤيته للامور يعني بتساوي كلمة وما لقى صايت صايت اللي هي الرؤية الابصار اللي هو رؤيتك انك تشوف حاجة قدام عينيك كده عربية معدية كده. خمسة بقول لك اول واحدة هي وجوة لي ديسجنس. انت عايز كلمة بتساوي كلمة يعني هو هو دائما يتخذ قرارات ايه? كون ديني كلمة بتساوي اللون اللي هو غير مبرر. معناها مبرر او منطقي يعني حساس يعني سريع. المنطقي او الشيء المبرر ده شيء متوازن. فلما تاخد كمية سكريات مصبوطة ده معناها الكمية معناها منطقية. وده معناها النهو الملحوزات دي او المعلومات دي غير دقيقة. الكلمة اللي هي اسمها دي. عكس غير دقيق يبقى عكسها دقيق. يبقى لكن بتساوي يعني غير صحيح وخاطئ. المجرم هو الشخص الذي يتعدى على القوانين. كلمة بتساوي وبي يعني يطيع لاده كده عكسها. يعني يعصي ينتهك يبقى كده يبقى معناها ينتهك القوانين. الجملة الرابعة صحته تحسنت كثيرا. عكس كلمة يتحسن تحسنت تحسنت. معناها تدهورت. فركز ان هما دي بتسويها ودي بتسويها ودي عكسها. ارجع للجملة كده وعايز ايه? عكسها. يبقى الاثمدة بترفع الانتاجية. في الكلمة دي معناها الجملة دي معناها ان ان المواد الكيموية بترفع الانتاجية بتزود. يبقى في الجملة بالنسبة لايه زي جوين وليف? جوين يلتحق وليف يغادر يبقى حكس بعض. كلمة معناها يزيل. عكسها يثبت لكنها بتساوي ان انستول. اه بعد كده رقم سبعة. ممرتبات او دخلي بيزداد بسرعة سابتة. كلمة اللي معناها ثابت. بتساوي اللي معناها ثابت او 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 تم اصلاحه يعني طبعا هنا معناها ثابت في استخدام. اللي معناها متغير حتى في الرياضيات بتسميه معناها متنوع ودفرنت معناها مختلف. المهم بقولك ان دخلي بيزداد بمعدل سابت ده معناها ان كلمة سابت سابت تساوي كلمة فكسة تسابت. قدم حديثا مؤثرا او مبهرا ده معناها ان الحديث لم يكن عاديا اكيد حديثه مبهر يعني حديثه لم يكن عاديا طبعا رائع معناها متأثر. ده معناها ان اخر كلمة وعدت عليها عينينا. ممكن ان تعرف ان كلمة بتساوي تل اف بس خبالك اف اتنين اف. هو راكل الكريم بفلوسه. ده عكس كلمة كريم عكسها بخيل اللي هو مين? زي كلمة كده بالزبط. باقي معناها امتحان واحد في القصة دي نحله عشان يبقى كده خلصنا جزئية المشتقات كاملة. انا حققته نجاحا كبيرا. كلمة هنا في الجملة دي ممكن تدي عكس معنى يحقق لي بعكسها يفوته او يفوت اللي هي بست. وعلى فكرة كممكن استخدم كلمة يفشل. انا عارف انك زعلان وانا اتفهم ذلك. ده معناها ان اشعر انني افهم لما انت غاضب وانما هو كلمة يعني يفهم ويتفهم بتساوي وبتساوي كمان وبتساوي كلمة وبتساوي كلمة كلهم يعني يفهم. بالنسبة لاجدادي القدامى انا بالنسبة لهم حفيد اللي هو يعني معا من الشباب بيجمعوا نقودا لمنظمة خيرية. كلمة هنا في الجملة دي بتساوي يبقى يجمع يبقى بتساوي كلمة يعني يجمع. السؤال الخامس بيقول لك جمالها مصطنع. المتحدث هنا لا يعتقد ان جمالها حقيقي. يبقى لا يعتقد ان جمالها يعني شاف ان هو زي لما الشخص بيعمل اي ده معناها ان هو يعني يؤجل يبقى وبالمناسبة كان ممكن نستخدم كلمة وكان ممكن نستخدم كلمة هما كلهم معناهم يؤجل. الموبايل بتاعي اه يعني اصبح مشحونا شحنا يعني. عكس الصفة معناها مشحون مليان يبقى عكسها فاضي يعني بريء ومعناها اه يعني اطلقت حرياته هو يعني ومعناها مجاني. معناك تبقى متحمس للشيء يبقى اباوت. بيساوي بعض ومروا قبل كده كتير. احنا محتاجين دليل واضح. كلمة هنا عكسها يعني واضح. يبقى عكسها اللي هو غير واضح او مبهم اللي برضو معناها غير واضح يعني واضح يبقى كده لانك عايز كلمة عكس واضح غير واضح. الجملة الاخيرة هو شخص مستقل. كلمة اللي معناها مستقل معناها ان هو معناها معتمد على ذاته. لكن عكسها وعكسها وعكسها برضو خلصنا كده الجزئية دي هندخل بعدها على المشتقات اللي عادهم ستة متحانات. برضو ستين جملة. نلتقي هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.